إلى السودان حيث أنهى مجلس الوزراء السوداني تكليف وزير الخارجية على الصادق الذي كلف بالمنصب بعد استيلاء الجيش على السلطة والإطاحة بالحكومة المدنية في أكتوبر عام 2021 اكتنف الغموض هذه الخطوة إقالة الصادق وتوقيتها أيضا إذ إنها تأتي قبل استئناف مفاوضات السلام مع قوات الدعم السريع بمدينة جدة السعودية وبعد انتقادات وتباين آراء إقادة الجيش السوداني حول المقاومة الشعبية مجلس الوزراء السوداني ينهي تكليف وزير الخارجية على الصادق ويكلف وكيل الوزارة الحالي حسين عواض بالمهمة لم يقدم المجلس الذي أصدر قرار الإقالة مبررا للخطوة التي تأتي قبل أيام من استناف مفاوضات السلام مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية وبعد تصريحات متباينة لقادة الجيش حول المقاومة الشعبية وكتبة البراء بن مالك المحسوبة على أنصار النظام السابق تصريحات يرى مراقبون أنها خطاب يوجهه قادة الجيش للخارج في محاولة لإبعاد أي شبهة حول صلطهم بالنظام السابق الذي يتهم بالسيطرة على المؤسسة العسكرية وأفادت تقارير صحفية أن إقالة الصادق تعود لضغوط ما رسها قادة الجيش على البرهان بسبب شكاوى الوسطى من دوره في تقويض جهود التوصل لتسوية سلمية للاقتتال الدائر في البلاد كان الفريق شمس الدين كباشي نائب القيد العام للجيش حذر شهر ماضي من خطر المقاومة الشعبية على السودان واستغلالها سياسيا وكشف عن سن قانون لضبط المشاركة فيها في خطاب فهم منه أنه طمأنة للمجتمع الدولي ونفي لوجود أنصار النظام السابق وسط الجيش لكن مساعد القيد العام للجيش الفريق ياسر العطى دافع عن المقاومة الشعبية وقال إنها تعمل بانضباط تحت قيادة القوات المسلحة وكان رئيس مجلس السيادة وقيد الجيش عبد الفتاح البرهان انتقد الأسبوع الماضي كتيبة البراء بن مالك وقال إن ظهور عناصرها في فيديوهات باستمرار أدى إلى أن تدير الكثير من دول العالم ظهرها للسودان وكشف عن الاعداد لإصدار الايحة لتنظيم الاستنفار ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع من باريس محمد ناجي رئيس تحرير سودان تريبيون أهلا ومرحبا بك سيد محمد ناجي الوزير المقال علي الصادق وصف بالمثير للجدل لماذا أقاله البرهان الآن برأيك؟ الحقيقة الوزير علي الصادق كان منذ فترة غير مرتاح للعمل لأنه كان يواجه انتغادات كثيرة من قبل الإسلاميين اللي يعملوا في الوطارة وطالب منذ مدة بأنه هو يعني يقال ما هي هذه الانتقادات سيد محمد؟ على ماذا يقال؟ الانتقادات أنه ما قام بالدور دبلوماسي كفيل بالدفاع عن الحكومة عم وقفة إشرح سياسة الجيش في الحرب وليه في حرب مع الدعم السريع ليش مهم؟ هو ما قد يغنع الرأي العام الدولي بالحرب وبالأجندة بتاعت الجيش السوداني فأيضا يعني في مسألة بتاعت الإيقاد يعني أنه هو يقال أنه هو اللي دفع بالبرهان أنه يمشي لاستيناف البروستسة عملية الإيقاد ويمشي في نوفمبر ديسمبر في ترديكي فهو يعني يقال أنه في عدد من الحاجات هما واخدنا عليهم بما أنهم أخذوا هذه المآخذ عليه لماذا الآن تأتي هذه الخطوة؟ دعنا نتحدث عن التوقيت مع القرب للعودة مرة أخرى إلى المفاوضات في جدا والله هو حالما أعتقد الرجل نفسه ما عاد عنده إمكانية يحتي أكثر مما هو بيقدر عليه بعد أنه ما عنده قناعة بالشيء بدور وما تنسي أيضا أنه مجرد موظف بمعنى أنه السياسة الخارجية بيقررها في النهاية كباشي لأنه هو المسؤول عن عمله وفي الجانب الآخر ما يسمى بالتعاون الدولي اللي هو العمل مع المنظمات الدولية هذا مسؤول منه الفريق جابر فبالتالي يعني هو منتغط من الوزارة مخنوق من الرئاسة بتاعته ومسؤولين عن عمله فلقى نفسه ما مرحب مجالة عندما تتحدث بأنه وجد نفسه لقي نفسه وكأنه هو الذي اتخذ القرار لكن هناك قرار اتخذ بحقه وبالتالي هناك مآخذ عليه لكي نفصل فيها مثلا موقفه من المفاوضات وعاء الإيجاد هو الذي خرج ونسف هذه المفاوضات وما تحقق من خلالها هل هذا أحد المآخذ؟ هو المأخذ عليه أنه أساسا هو نجح في حينه في وقت من الأوقات أنه يدفع بالبرهان بعد كده التعامل اللي تذكروا أنه في فترة ذي كان فيه بيانات ضد الإيجادة النارية وضد المبعوثين وكان فيه يعني عدم حسن في الإدارة حتى لو لاحظتوا أنه المسألة ما كانت يعني مشت فيه يعني فجأة كده السودان مش للإيجادة وفجأة السودان قلب من الإيجادة ورجع للمسار الأمريكي السعودي في جدى فكان فيه تراغط واضحة رغم أنه هو في النهاية أين هو دوره في هذه الحالة كان؟ هذا هو الحكي لعزحكي والرجل في النهاية يعني التخبط هذا قد نحن نسأل منه البرهان قد نسأل منه كباشي لكن هو مجرد موصف وما عنده الملكة الكبيرة اللي بتخليه أنه يأخذ قرار زو أهمية دون الرجوع لقيادته لكن في حالة اللحظات ربما هو يتمكن من أنه يقنعهم بهذا الأمر تمكن أنه يقنع البرهان بهذا الأمر خاصة أنه في الوقت الدكة كباشي فيتر كده كان غايب ما معروف هو فين فهذه هي ملابسات كثيرة لكن قبل كل شيء كان فيه تيار في داخل الخارجين بيشوفوا حقيقة لعب دور مش لعب دور في عزله إنما لعب دور في أنه ضيق على الخناق وكان دوما بينتقده كان يرغبون في هداك الوقت من هو هذا التيار سيد محمد اشرح لنا هذه الصراعات الداخلية من هو هذا التيار وهو علي الصادق الوزير مقال على من هو محسوب يقال بأنه محسوب على النظام السابق ويريدون الإطاحة به طيب هو الرجل هو مجرد برغراطي هو موظف يعني سيكون محسوب على النظام السابق ودافع عن سياسة النظام السابق شيء طبيعي لكن الشيء معروف أنه الإسلاميين في داخل الوزارة الخارجية كانوا يرغبون في إقالته بأي طريقة من الطرق خاصة مع هذا الحرب هم يعني صعدوا النغضي له بالقرب من مجلس السيادة وكان دوما يحاولوا يفهموا بأن هذا الرجل هو أساسا مجرد متحدث وما عنده الخبرة الكافية أن يتمكنوا من أن يدعامل مع مثلها هذه الملفات وأنه نحن عندنا الوكيل دفع الله الحاج 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 عليه هو أكثر منه كبرة وهو عنده إمكانية لاحظت حتى في هذه الأيام دفع الله السفير اللي كان وكيل وزارة كان يطلع مع المسؤولين والسودانيين ويطلع مع عقار في كثير من الزيارات وكان هو يسود في جميع المجالات حتى الوزير كان مهمش تماما شايف كيف فدي كل أشياء هم هدى تيار ولكنك خلطة الصورة يعني هو يقال بأنه مقرب من الإسلاميين حضرتك تقول بأن الإسلاميين إن الإسلاميين هم من أطرحوا بك الجيش علاقته الجيش يقال بأنه لا يريده ما هي المسألة أنا يعني المسألة كما قلت يعني الجيش ربما لا يريده لكن فترة الفترات يعني كان يشوفوا أنه هو بالد بمعنى أنه يجيبه طفع الله الذي كان وكيل وهذاك إسلامي معروف هو الرجل يتوجهه شايف كيف فما بيقدر يكون واجهة لهم لكن هذا الرجل هو مجرد تكنوكرات ما عنده يعني سواء من هذه الفئة اللي نسميها دعوني يعيش وما عنده شيء أكثر من كده شايف كيف هناك ضغوط خارجية يعني تحدثنا معك حول لنقل تيارات ولكن من الخارج ومنتقد من الإيجاد هل يمكن أن يكون هناك أيضا ضغوط خارجية لإبعاده في هذه المرحلة التي ستعود فيها المفاوضات مرة أخرى هؤلاء المفاوضات الآن البرهان حسم أمره هو قرر أن المفاوضات تروح نعم لأنه ومتضح لهم أنه المسار بتاع الإيجاد هو مسار لا يتوافق مع طموحاتهم هم في الأول كانوا راحوا للمسار بتاع الإيجاد بحكم أنه ينادي بحوار جامع يشارك فيه حتى الإسلاميين لكن بعد كده يعني الحاجات فلثت من يدهم وجدوا أنه في تيار حتى موالي في نظرهم يعني في تيار موالي لحمي التفي داخل هذه الدول فبالتالي المسألة أصبحت لا تطاق شايف كيف المسار بتاع جده هو أكثر حكمة يعني فيه أكثر ضبط حكم أنه الأمريكان والسعوديين هم يلعبوا بدور متوازن وما عندهم ميول لأحد الطرفين هذا هو شيء القادم في النهاية بأنه أدلوا رأيهم يعني عملوا فولتفاس ويرجعوا تاني من جديد للمسار بتاع جده لأنه هو فيه بالنسبة لهم على الرغم أنه ما بوفر لهم الأشياء اللي عايزين لهم شركة الإسلاميين لكن في النهاية أفضلهم من المسار بتاع الإيقادة اللي هو في النهاية وجدوا فيه بشوفوا بعض الدول بشوفوا يعني معادية لهم طيب إذا أردنا أن نتحدث عن الوزير الذي تم تعيينه نعم عوض هل هو يمكن أن يملأ هذا الفرغ وهناك قضايا ومصاعب قانونية مرفوعة بحقه نعم هو الرجل ينتظر في سلوكه الشخصي وكما أشرطي في هذه الحادثة التي تعود لديسمبر 2012 في أوغندا اللي هي تعطي الطرب السائق بتاعه ومعروف بأنه في النهاية يعني ما على زي ما تقولي ما على أدى المقام يعني لكن في النهاية أنا عندي في حاجة مهمة جدا يجب أن ما تغيب عندنا في نظرتنا لهذه الأمور اللي هو أنه الوزيرة الخارجية هو مجرد إنسان ينفس توجيهات يعني نحن نحن نجد بأنه كل شيء يتم تغريره في مجلس السيادة زي ما ذكرت قبل كده وانتو ذكرته اللي هو على مستوى كباشو وعلى مستوى جابر اللي هو حتى أحيانا بيقوم بدور الخارجية يعني هو يطلع قابل يقوم بجولة إقليمية هنا وهناك وإيش رح نظر المجلس العسكري أو السيادة فأيش فهم يعني ما عنده أساسا دور أساسي يعني يكون هذا ولا ما يكون هذا هو كل واحد في النهاية الموضوع واحد أنا عندي ده حاجة أساسية في تقييم الوضع يعني أنه في النهاية مجلس السيادة هو وصلت الفكرة من باريس محمد ناجي رئيس تحرير سودان تريبيون شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك أفادت مصادر محليات للحرة بأن انفجارات قوية دوت في غربي وجنوب مدينة الخرطوم مع سماعي أصوات مضادات الطائرات وارتفاع أعمدة الدخان بكثافة في منطقتين السوق الشعبي والسوق المركزي من جهة أخرى قالت مصادر عسكرية أن الجيش نفذ عدة ضربات جوية على تجمعات عسكرية لقوات الدعم السريع في شمال وشرق مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور على عدة جبهات يكثف الجيش السوداني ضرباته ضد مواقع قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم حيث سمع دوي انفجارات دخمة وأصوات مضادات الطائرات وغطت سحب الدخان الكثيفة منطقتين السوق الشعبي والسوق المركزي وفق مصادر محلية ترجح احتواء المنطقة المستهدفة على مستودعات تابعة للدعم السريع تصعيد ترافق مع اندلاع اشتباكات عنيفة في مدينة بحري شمالي القرطوم في محيط سلاح الاشارة وسوق بحر والاملاك تزامنا مع محاولات الجيش لاختراق دفاعات الدعم السريع في تلك المنطقة مصدر عسكري قال للحرة ان الجيش يرصد تحشيدات الدعم السريع في منطقة جبل الاولياء واشار الى انه سيتعامل معها عسكريا على نحو المماثل شن الطيران الحربي ضربات عنيفة على تجمعات قوات الدعم السريع في شمال وشرق مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وفق مصادر عسكرية ومنذ عدة ايام يكثف الجيش قصفه على قوات الدعم السريع الساعية لمهاجمة بوابة مدينة الفاشر من الاتجاه الشرقي وفي بيان له اكد الجيش السوداني المدعوم بقوات من الحركات المسلحة الموقع على اتفاق جوبا للسلام انه كبد الدعم السريع خسائر كبيرة واستولى على عتاد عسكري في اشتباكات وقعت بين الطرفين في شمال وغرب مدينة الفاشر المقتضى بالنازحين وبينما يتسع نضاق الحرب بعد عام على اندلاعها ويمتد لهيبها الى الفاشر تزداد حدة الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في جبل الداير شمال مدينة رهد ابو دكنا بولاية شمال كردفان في وقت ينزلق فيه الوضع بالسودان نحو كارثة إنسانية حسب تقارير أممية ترجمة نانسي قنقر